نيجيريا اقترحت حضور المغرب في لقاء الثداوة للوساطة في مالي فور فشل الوساطة التي قادها الرؤساء الأفارقة في مالي يتقدمهم رئيس نيجيريا ورؤساء السينيغان والساحل العاج والنيجرة اقترح محمد بخاري حضور المغرب في لقاء المنظمة الاقتصادية لغرب إفريقيا الثداوة لإيكال الوساطة بين إبراهيم بو بكر كيتا ومعارضته ليصرح أحد المتدخلين بأن وساطة مغربية قد تكون إيجابية لكن مالي أظهرت تشددا واضحا احتراما لما يسميه الرئيس الشرعية الشعبية وقال مصدر إن نيجيريا تريد أن تعطي مكان خاص للمغرب في حل مشكلة مالي لأهدافها واتصل رئيس نيجيريا شخصيا بوزير خارجيته لتسهيل إرثال دعوة إلى المملكة المغربية لهذا اللقاء وقد شجع الحاضرون هذه المبادرة وسبق أن كشفت مجلة فرنسية عن وساطة مغربية ثرية بقيرة الملك محمد الثالث بين أطراف مالية على خلفية المدهرات العنيفة خلال الشهر الماضي وذكرت مجلة جونافريكا الفرنسية أن العاهلة المغربية قاد وساطة ثرية بين الإمام المالي محمد دييغو والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كايتا مشيرة إلى أن هذه الوساطة جاءت بعد مدهرات عنيفة شهدتها مالي يوم العاشر من يليوذ الماضي وخلفت 14 قتيلا وأكثر من 100 جريح وأوضحت المجلة أن وزير الخارجية المغربين الصربوريتا قام بوساطة ثرية بين الإمام محمد دييغو ذعيم حركة الخامس يونيو والرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا وذلك بناء على تعليمات محددة من الملك محمد الثالث لافتة إلى السفر المغربي لدى باماكو توجه إلى منزل دييغو في اليوم الثالي للمدهرات حامل الرسالة من السلطات المغربية تدعو لتهدؤ وتقترح وساطة مغربية لتقريب مواقف الطرفين وأشرت المجلة إلى أن دييغو قال أن العاهلة المغربي محمد الثالث شخصية إفريقية عظيمة عندما يدعو إلى الهدوء نستمع إليها خاصة أن الإمام لا يحب العنف مبينة أن دييغو حدد شروطه لاستئناف الحوار متمثلة بالإفراج عن قادة الاحتجاجات المعتقلين وحل المحكمة العليا وتعين حكومة توافقية ثم إجراء انتخابات تشريعية جزئية ونوهت المجلة إلى أن الرئيس المالي استقبل في اليوم ذاته السفر الريباط واستمر لقاؤهما حتى وقت متأخر مؤكدة أن الرئيس كايتا استجاب بشكل إيجابي لمعظم طلبات الإمام دييغو وأفادت بأنه في اليوم التالي ظار السفر المغربي بيت الإمام محمد دييغو مرة أخرى وأخذ منه وعدا بالانتزام بخطاب تهدؤه بالإضافة إلى تعليق المدارات معتبرة أن هذه النتيجة تعود بشكل كبير إلى المكان التي يتمتع بها ملك المغرب في معلي إلى جانب التقارب الدينية بين البلدين دعا الحزب اليمينية المتطرف فوكس الحكومة الإسبانية إلى زيادة الإنفاق على التسلح وتقوية علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مواجهة النمو العسكري للمغرب والجزائر معنا وفق ما أوردته وكالة الأنباء أوروبا بريس الإسبانية الغير الرسمية وحسب دات المصدر فإن فوكس يطالب في مقترح مشروع غير قانوني قدم في مجلس النواب الإسبانية بزيادة الإنفاق على التسلح بنسبة 2% من النتج الداخلي لإسبانيا لتقوية الترسان العسكرية الإسبانية لمواجهة النمو العسكري في المغرب بالخصوص وفي الجزائر وأشار المصدر دات أن حزب فوكس طالب أيضا بإعداد تقرير لمقارنة القدرات العسكرية لكل من إسبانيا والمغرب وتقديم الخلاصات حيث يرى بأن المغرب تمكن في السنوات الأخيرة من تعزيز قدراته العسكرية بشكل كبير وحثب فوكس فإن المغرب يمتلك جيشا مكونا من 200 ألف جندية ويعتبر من أحدث الجيوش في القرى الإفريقية حاليا وذلك بفضل الإنفاق المالي المغربي خلال العشر سنوات الأخيرة والتي بلغت نسبته إلى 50% على تقوية وتحديث ترسانة العسكرية وحضر الحزب اليميني المتطرف المعادل المغرب والمغاربة في ذات التقرير من العلاقات المتنامية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية المذود الرئيسي للأسلحة للمغرب وفي العالم معتبرا أن هذه العلاقة هي التي ستثاهم في تقوية قدرات المغرب ودعمه خلال النزاعات الإقليمية التي يكون هدفها فرد السيطرة على المناطق والبحار المجاورة للمغرب وأشار فوكس للقاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة طانطان بجنوب المغرب التي بدأت أنشطتها في عام 2018 حيث توجد على أميال قليلة من منطقة جزر الكناري على المحيط الأطلسي الأمر الذي يسمح للأمريكيين بتحقيق هدف استراتيجية على المحيط الأطلسي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية هذا وأشار تقرير فوكس إلى أن الجزائر بدورها رفعت من قدرات الردع الخاصة ببحريتها وانتقد بشدة الحكومة الإسبانية بقيادة الحزبين العمال الاشتراكي وبوديموس على عدم تقوية علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في الثنوات الأخيرة داعيا إلى مراجعة العلاقات الإسبانية الأمريكية والعمل على تقويتها بشكل أكبر قرر الملك الأب خوان كارلوس مغادرة إسبانيا والهجرة إلى بلد ثانية وعدم العودة إلى القصر الملكي نتيجة الفضائح المالية التي تورط فيها واحتمال ملاحقة القضاء لها بتهمة تبيل الأموال والرشاوة من أنظمة ملكية عربية وكانت حكومة مدريد قد طلبت من الملكة مغادرة القصر الملكي في العاصمة ونشر القصر الملكي الإسباني مساء الاثنين بيانا يتضمن رسالة موجهة من الملك الأب خوان كارلوس إلى الملك فليبي الثالث الإبن يبلغه قرار مغادرة إسبانيا والاستقرار في الخارج ويستعرض في الرسالة الأسباب التي دفعته إلى ذلك قائلا إنها جاءت أمام الإنعكاثات العامة المترتبة عن بعض الأحداث المتعلقة بحياة الشخصية مبرزا أنه يتخذ القرار بهدف فتح المجالة للملك فليبي الثالث القيام بوظيفته بكل هدوء ورزانة ويبرز كذلك أنه منذ سنوات أعرب عن رغبة في الانسحاب من الأنشطة الرسمية والآن يقرر مغادرة إسبانيا خدمة للبلاد وقبل الملك فليبي الثالث قرار أبيها واحترم إرادته وشدد على ما قدمه إلى إسبانيا من خدمات طيلة حكمه الذي استغرق قرابة أربعين سنة وتجل الوجهة التي سيتوجه إليها الملك الأب وهناك حديث عن البرتغال حيث كان يقيم في الماضي وحديث عن إيطاليا أو أمريكا اللاتينية بل وحديث عن دولة عربية وكان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز قد طلب من الملك فليبي الثالث إيجاد حل لملف الملك الأب بعد تورطه في قضايا فساد مالي ورأوها بعض الأنظمة العربية مثل المملكة العربية السعودية وقيام القضائين السويسري والإسبانية بالتحقيق في الفساد المالي ويعود جزء من هذا الفساد إلى رشاوي حصل عليها الملك خوان كارلوس نتيجة توسط في صفاقات القطار السريعة بين مكة والمدينة الذي تولى تشيد شركات إسبانية وتولى الملك خوان كارلوس العرش عام 1975 في أعقاب وفاة الدكتاتور الجنرال فرانكو وثاهم في الانتقال الديمقراطي في البلاد وتخلى عن العرش خلال يونيو 2014 لصالح ابنه الذي أصبح فليبي الثالث كان دائما يجري الحديث عن تورطي في ملفات فساد مالية حتى انفجر كل شيء خلال هذه الثنة بعدما تبين أنه حصل على 100 مليون دولار كرشوة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر